موسيقى موسيقى اللي عندنا ارتباط بيها ماكوغير قوات سوريا الديمقراطية فوقتها هما اذهبوا الملابس وصارت حاضرتك قلت انه انتو Гو كمان اخذتوا تدريب من حزب العمل كردستاني نعم هذا اشي مان اقدر نخفيها قدام عيون العالم كلها صارت اللي جان من الحكومة تشانت موجودة ما اريد استاميها بس لجان الحكومة بطرق تكتيكية وصلوا هنا للحكومة من مستويات حالية كانت موجودة يمنى والحكومة العراقية نعم متابعة لأحداث بداخل سنجار والي حد تحرير مناطق سنجار كانوا موجودين يمنى كانوا متابعين وصول حزب العمال الكردستاني لتدريبهم بعد الوصول أنت ما تأخذ أوامرك من حزب العمال لا ما نأخذ أوامرك من حزب العمال لكن الحزب العمال عدتهم استراتيجية قتالية وعرفون الاستراتيجية وعندهم خبرة قتالية وعندهم خبرة سياسية فحتى باللقاءات التلفزيونية مرات يقترحون اقتراحات مثلا قائد قوات القريلة اللي هو مراد قريلان مرات بين قوسين يقترح الكردستان بصورة عامة والسنجار خاصة فهما من من اجوا هنا من قاتلوا وانتوا ضحايا وانتوا شهداء و بألفين وثمنتاعش بواحد نيسان انسحبوا من سنجار قالوا انوا عندكم إذا احتاجتنا مرة ثانية ندخل عقائديا انت قلت معجب بفلسفة أجلان نعم معجب جدا وبتتبعوا هاي الفلسفة عندكم هون بوحدات حماية سنجار هاي فكر خاص بي يعني محد يقدر يمنعني طبعا محدا بيقدر يمنعك اوكي مالديا من اين انتوا كوحدات حماية سنجار بتجيبوا تمويلكن احنا ما نشتغل بالمادة ايه بس انت بدك لبس بدك تمويل بدك تطعمي هاي القوات بدك ذخيرة بدك سلاح بدك مقر هؤدول من اين بتجيب تمويلهم نعم اكو ناس مدنيين اكو ناس يزيدية بأوروبا وخارج العراق يساندون بهاي شي فاكو شغلة ثانية يعني مو من سلاحية في اتصرح به هاد الشي اكو جهات تقدر تصرح هل صحيح انكم تاخدو كنتو تمويل من اليرانيين لا تنفي هالشي لا اطلق ما كنت تاخدو تمويل من الحشد الشعبي من الحكومة العراقية ما احنا مو نخاف من احد ما ناخد تمويل من ايران اذا ايراني تريد ساعد اليزيديا طريق مفتوح يساعدوهم من خلال شاشتكم احنا ندعو ايران اذا اعدهم الطريقة يقدرون يساعدون بها الايزيديا ماديا معنويا يقدرون يساعدون الايزيديا فالبنية تحتية للسنجار ووضع كارثي انتو شفتوه وضع سنجار صار قسمين قسم نهازح وقسم موجود نزح ورجع مرة ثانية فنحتاج مراكز صحية خدمات كهرباء فكل شي نحتاجه فأي جهة تساند الايزيديا هذا دور الحكومة والدولة العراقية هذا مش دور ايران ما اقول ايران خلي تجي بتايارة تنزل عن طريق الحكومة العراقية طبعا هذا الشي رائع مثل المنظمات المجتمع المدني منظمات دولية اكوجهات تدعي بين هاد تساعد اهل سنجار فايران هملا اذا تريد تساعد اهل سنجار خلي تساعد ليش لا انت من وين بتاخد اوامرك انت تحت امرت من تعمل عمليا احنا نتابعين القيادة عمليات غربنين او الفسائل اللي موجودة اداريا مرتبطين بهيئة الحشد الشعبين هل عليكم تنفيذ كل الاوامر تجيكم من القيادة العراقية وهل انتو بتعملوا شي من راسكن لا احنا ما ملزمين بهذا الشي لا لا خليكم سريح وياك احنا ما ملزمين بهذا الشي كل الاوامر تجينا من اي قيادات عليا تضر مصالح اليزيدية تعييت علينا ابادات فاحنا ما ملزمين بهذا القرارات يتهم انه في بيناتخون كتير بعض من الباكاكا رغم انت قلت انه انسحبوا وانت يعني كيف تردع هالاتهامات هالاتهامات هي عبارة عن اكاذيب بالانتخابات السنجاري لكن عندنا هالي موجودين اللي بسنجار هسا اكو اكو ضيوف يزيدين من المانيا جايين بسفة رسمية جايين زا يزولون السنجار فهاي الادعات غير صحيحة بهذا الشي هالاتهامات التركية تقصف احيان هون عناصر من حزب العمال هم حاليا بارض الواقع كقوات برية ما موجودين نحن ننتقل منه هذا شأن القصف وطيران هذا شأن حكومة هالاتهامات بيقصفوا احيان نعم نعم استشهدوا قادة من عندنا شهد زردج شهد حميد اللي هما قادة من عندنا هاو هؤلاء اللي من عندهم ايزيديين عراقيين نعم نعم كيف علاقتك مع الحشد الشعبي انت قلت انه انت جزء من الحشد كيف بتنسق بيناتهم شو بيقدمونك وشو بتقدم له تقديم هالسا ما احنا ما ما نقلق باستشارات واكو اكو نقاط بعدها تنسيق عمليات مثلا نعم العمليات نعم تنسيق استخواراتي تنسيق ميداني اداريا عندنا تنسيق بقيادة العمليات انا كنتو توصلت معكم وقلتو انتو من كن راضين على الاتفاق تبع سنجار ياللي بين اربيل وبغداد نعم هالسا حاليا هم مراضين ما حسبوا حساب الي ارادة اهل سنجار او حساسية سنجار اللي بالمنطقة فمثلا القوات الدخيلة او الفسائل اللي على اساس تقصد تقصدنا احنا تطلع خارج سنجار ما كانوا محددين خارج مدن اللي بيقدر لذلك صارت فعلو ثاني يوم ناس اهل سنجار بالمئات نزلوا للشوارع سواء مظاهرات هذه الاتفاقية اللي صارت احنا عدنا امكانية وعدنا قابلية اهالي سنجار اكو بيهم شيوخ اكو بيهم ثقفينك اكو بيهم يقرون تاريخ اكو بيهم اهالي مهندسين محامين اكو بيهم اكو بيهم قادة يقدرون يقررون مسيرهم يا بغداد شنو يردون شنو ما يردون احنا موجبورين اربيل اتقرر احنا يشنري انت في شي بعض حبب تقلنا مسألة سنجار هي مسألة حجة وجود الباككي هي حزب العمال هي حجة فاذا شوية راجعنا سوابق اللي سارت بليبيا ماكو حزب العمال بقرباخ ماكو حزب العمال فبالتاريخ كان الجيوش هم موجودة هناك فعطهم هدف توسيع الحدود او الدولة العثمانية الجديدة الامبراطورية العثمانية الجديدة الثانيا مسح اثار الجريمة مالتهم اللي سارة بابادات اليزيدية اللي هي اربعة وسبعين ابادة واكثريتها اكثر من ستين ابادة صارت على ايد والاتراك اللي صارت هم يردون يمسحون هيا من التاريخ اثار الجريمة سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة